تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في خدمة العسكرية خصص هذا الاجتماع للجنة المركزية برئاسة رئيس غرفة بمحكمة النقد لحصر قوائم الأشخاص المدعوين لما الاستمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية برسم فوج المجندين لسنة 2023 مع الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ المساواة بين المواطنين وضمان التوازن فيما بين جهات المملكة وبهذه المناسبة دعا وزير الداخل الشباب الذين سيتوصلون من السلطات الإدارية المحلية بإشعار الإحصاء الخاص بهم إلى ملء استمارة الإحصاء عبر الموقع الإلكتروني www.antajnit.ma وذلك ابتداء من تاريخ انطلاق عملة الإحصاء في 28 من دجمبر الجاري كما يخبر وزير الداخل الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 سنة و25 سنة في فاتح يونيو 2023 أنه يمكنهم ابتداء من تاريخ انطلاق عملة الإحصاء التأكد عبر نفس الموقع الإلكتروني من إدراج أو عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم الأشخاص المدعوين لملء استمارة الإحصاء لأداء الخدمة العسكرية أما بالنسبة للشباب ذكورا وإناثا الذين لم يتم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء والراغبين في أداء الخدمة العسكرية فيمكنهم من تلقاء أنفسهم ملء الاستمارة عبر نفس الموقع الإلكتروني طيلة الفترة الممتدة من يوم الأربعاء 28 دجمبر الجاري إلى غاية 25 من فبراير من عام 2023 ويتيح القانون أيضا نفس الإمكانية لفائدة الشباب من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المسجلين باستجلات القنصلية الراغبين في أداء الخدمة العسكرية ترجمة نانسي قنقر